السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلب الطالبات الصف الأول الإعدالي النهذا إن شاء الله نحل معكم التست 11 التست 11 السؤال الأول سؤال الاستماع هنستمع لنص الاستماع وبعد كده هنحط الإجابات نص الاستماع بيقول My name is Samih Last month I traveled to London to study English When I first came to language school I was not very good at English The lessons there were fun. الدروس هناك كانت ممتعة. يبقى الإجابات بتاعتي سامح traveled to. سامح راح فين? راح لندن. سامح travel to study. راح هناك عشان يذاكر ايه? يذاكر English. سامح came to a language. سامح راح language school مدرسة لغاية. Add first. سامح was not add English. في الأول سامح كان not very good at English. ليس جيد جدا فيه اللغة الإنجليزية. بعد كده سؤال اضايله. احمد is talking about his holiday. احمد بيتحدث عن اجازته. حاتم بيقول له هاي احمد how was your holiday? كيف كانت اجازتك? فاحمد رد عليه. قال له هاي حاتم it was fantastic. هي كانت رائعة. I had a lot of fun. وانا استمتعت هناك كتير. بعد كده حاتم بيقول له where did you spend it? انت قدتها فين? يبقى فيه اي مكان هيكون فيه شاطئ. يعني ممكن اقول له هرجادة الغرداء وممكن اقول له الاسكندرية. اي مكان من الاتنين ما فيش مشكلة. نكتب واحدة بس من الاتنين. مش هنكتب الاتنين. بعد كده قال له did you swim in the sea? هو انت عمت في البحر يبقى ايه? yes I did. نعم انا فعل. طبعا دي yes. هي غلطة في الايه? في الطباعة. did you buy اي نقط? هل اشتريت اي سوفونيرز? اشتريت اي هدايا تسكرية? فقال له yes I did. I bought. انا اشتريت this small souvenir for you. اشتريت لك الهداية التسكرية الصغيرة دي ليك. thank you. it's fantastic. شكرا انها رائعة. I am happy you like it. فقال له انا سعيد ان انت حبتها. بعد كده عندي سؤال reading. there are many kinds of sports. يوجد العديد من انواع الرياضة. some people do sports as a job and other people do sports for enjoyment. بعد الناس بيلعب الرياضة دي كوظيفة وبعضهم بيلعبها بعض الناس بيلعب في الاماكن العامة ببلاش و بعض الناس تانية بعض الرياضات الاخرى زي the squash with tennis with table tennis دي دايما بنتفع لها فلوس. most sports are played with a round object. معظم الالعاب بتتلعب بحاجة مدورة. often nose as a ball. بتبع معروفة كأنها كرة. some people prefer to watch a sport. بعض الناس بيفضلوا انهم يشاهدوا الرياضة. this can either be done by going to a stadium, a sport center or on tv. ده ممكن يتم طبعا بان انت تروح الاستاذ او تروح النادر الرياضي او تتفرج على التليفزيون. some sports such as football are popular in many countries. بعد الرديلات زي كرة القدم مشهورة او معروفة في العديد من الدول. but not in the usa. بس مش في الولايات المتحدة الامريكية. in the usa people often play basketball. في الولايات المتحدة الامريكية الناس غالبا بيلعبوا كرة السل. where do people play sports for free? الناس بيلعبوا الرياضة دي بيبالاش فين. قلنا فين. at public. playing. في الاماكن العامة اللي بتبقى مفتوحة ببالاش. which sports are paid for. and he من الرياضيات بندفع لها. ناونا بندفع لين للاسكواش. ويه التينيس. and table tennis. tennis. اللي الطول. what is sport is popular in the usa. الرياضة المشهورة في الولايات المتحدة الامريكية. باسكت. بول. كرة الايه? السلة. بعد كده بيقول لي what is sport is popular in many countries. الرياضة المشهورة في العديد من الدول. يبقى اونا football. كرة القدم. the underlying word field means. كلمة fields. اللي هي الحقول. اه هنا معناها ايه? places to play in. ولا some kind of sports. ولا people who play sports. ولا sports centers. يبقى هي معناها هنا places اماكن عشان نلعب فيها. balls are not in shape. طبعا الكور دي بتبقى round in shape. يعني شكلها او اه الشيب بتاعها بيبقى مدور. دائري. بعد كده. you should not water to make tea. انت لازم تعمل ايه في المية عشان تعمل شاي? يبقى boil water يغلي الماء. ولا بتفعل او بتقوم بعمل تطوعي في مستشفى بالقرب منها. يبقى does voluntary work. Salma's school is a white shirt and brown trousers. يبقى بيقولي ان اللبس بتاع سالمة في المدرسة. white shirt اللي هو قميص ابيض و brown trousers وبانطلون بني. يبقى ده uniform اللي هو زي المح. a not is a chair with wheels. for people who cannot walk. يبقى ايه? هو كرسي بعجل للناس اللي ما بيعرفوش يمشوا. يبقى ده اسمه wheel chair. the opposite of similar. عكس كلمة similar اللي هو متشابه. يبقى عكسها different مختلف. is a musical instrument you hit with your hands or a stick. على موسيقية بتغبطها بيديك او بالعصى. يبقى ده الدرام. الطابلة. reading helps me know about different countries. القراءة بتساعدني اعرف عن دول مختلفة and cultures وثقافات مختلفة. مصطفى is my uncle. not is a doctor. يبقى he is a doctor. مصطفى ده يبقى عمي او خالي وهو دكتور. where are there not books? they talk them outside. هنا بيسأل على كتب الاولاد لانه قال لي هنا زي. طالما قال لي هنا زي. يبقى انا هاخد اللي هي التلاميذ وحط الابصر في بعد الاس عشان ده يبقى جمع. do you have any money? هل لديك اي نقود? there not some in my bag? how much do you need? طبعا كلمة money. اه لا تعدي. هايقول له there is some. يعني يوجد البعض منه في حقيبتي. انت عايز قدي. بعد كده read and correct. a week ago we are in her gath. طبعا اه اويك اجو ماضي يبقى بدل ما هي هتبقى are هتبقى where? there are an icon. an icon دي بقى عيكونة واحدة. يبقى there is an icon that I don't know on the screen. يعني فيها عيكونة انا مش عارفها على الشاشة. this car belongs to me. it's العربية دي دي انتمي لي. يبقى هي mine. يعني milky. there are too much apples for all of us. طبعا مع ابلز وابلز بتعدي يبقى مش هتنفع هنخليها many. يبقى يوجد العديد من التفاح لنا. ويبقى كده يكون خلصنا معاكم test eleven. ونشوفكم ان شاء الله في test twelve. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا